خمس حالات تحكمية دقيقة 13 تدخل لاعب بالرابح وش فيه خطأ حكم يقول ان هناك خطأ وش كنا عقوبة اندباطية ملا تفضلت لا الخطأ موجود خطأ موجود هنا يعودوا اللقاء باش نشوفوا فيه مشات الرجل دي اللعاب واش لا الخطأ موجود وانا في نظري يستاهل القرار اندباطي هنا لان لانه لكون مشا خلا رجلو غادة تمشي الصدر دي اللي سموت تشكله بعض الخطوة على الجسم ديالو ولكن الخطأ موجود هنا في نظري يستاهل الاندباطي ربما قد اختلف مع استادي طلال لان اعتقد ان الحاكم قرأ القراءة دي لان اللاعب تصرفه بدون حذر ولا لاحظ الى عودنا اللقاء قد نشوف بانه لما احس بانه يمكن ان يصيب الخصوة بخطر اجمع رجل ديالو وربما هذا هو تقدير ليدار مع احترام القرار دي اللي ستطلال تحتوى ممكن انه ان تشتاوى ببترجلو لان حساب والصلاحية كتبقى للحكم اذا اختلت شوف الرأي وفي العقوبة الاندباطية لان التطبيق للعقوبة الاندباطية سيكون في نوع من المرونة والسلاسة مع اعتبار مجموعات الاعتبارات ما هو ثابت وبين على الحكم ان لا يفرط فيه وما هو في وسط الميدان وفيه امكانيات الشك او التجاوز يمكن للحكم ان لا يشير البطاق كنت رجع له القرار ستوستين مطالبة فريق الوداد بضربة جزاء في هذه الحالة تحكمية كان فيها مطالبة بضربة جزاء هنا الصورة تفضل سيبو جنان لا وجود ذلك ضربة جزاء على اعتبار ان اللاعب كان سقط بشي تعرض الكرة بالظهر ديالو وما تشوف في الكرة والكرة هي لي جات تطمت بالدراع ديالو قرر الحكم سليم بعدم اعلان ضربة جزاء سترات لا بالفعل هذا هو التحليل يعني اللي كان في هذه الحالة هذه اللي شوف العلم اللي شوفنا تحنم نعم سبعة وسبعين شوفوه اللي هو الفلماتش ما اللي شوفنا لان اللاعب سقطوا كيشوف هل هناك ضربة جزاء لفريق الوداد نشوفوا هذه الحالة التحكمية واش فيها ضربة جزاء او لما فيها ضربة جزاء انا الصورة ونقفوها ونعودوها تفضل لسيبو جنان لسيطالا اللي شوف الحالة بزيان سيبو جنان والاعادة البطئة انا كانت لبصورة اللولانية باش نشوفوه فين كين الحكم هذا كان ممكن فين هو الحكم الصورة اللولانية بل الحكمة لانه راه قريب الى لارك ذاك القوس من الهي وشوش حالي اللاعبين قدامه قد يحجبون عنه الرؤية اما بالنسبة للحالة كحالة في حديداتها هناك عرقلة خفيفة الرجل مع الرجل وهي التي اسقطت اللاعب رجل ولا الركباء لانه ينبش نضع لتحت 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 هناك عرقلة نعم تفضل سيطة لا بالفعل هنا في المرحلة الأولى كين الرجل اللي مشات يعني قصت اللعاب نوعا ما في الرجل دياله لتحت ومن بعد كين الركباء اللي مشات وجرت اللعاب معه وسقطته الحكام وهذه وش كانت عنده زاوية غير مفتوحة باش يشوف الحالة بشكل جيد ولكن هناك تبيين من خلال الصورة على أن اللعاب تم إسقاطه من طرف المدافعين نعم سيبو جناب وهذه من الحالات اللي ربما أن في المرحلة دياله تريف في الجمعات المديرية الحكام وقدرت معهم دروسة طبيقية رتناولت معهم هذه المسألة ديالأن أن حاكم الساحة خستو دائما يتبع الحالات حتى داخل منطقة الجزاء حتى بالقرب من المساعد ما يبقى يعود دائما على الجانب القطري المتموج يقرب للمنطقة الجزاء حتى من جانب اللي قريب من المساعد حتى يستكشفه بشكل نجالي الخطأ من عدمه 78 تدخل كانت مباشرة بعد هذه الحالات تدخل اللي كان بالمياغري والصاو الحكام قال أن الخطأ لصالح اللاعب المياغري تفضل سيطال وهذه حالة شوية لأن المياغري خرج شوفوا سيبو جنان أعتقد أن الحالة لا يوجد حاجة أعتقد أن اللاعب ضرب الكورة والحارس لا يوصل له أنا في أعتقادي كان يترك استمرار اللاعب بالإعلان عن ضربة مرمى بالفعل هذا هو لأنه انصطيضام عادي وما يبين نوعية الخطأ فكان هنا كما قال سيبو جنان أن الحكام يجعل الكورة تستمر بضربة مرمى ما دم أنها خرجت خارج المرمى نشوفوا ضربة الجزاء دي الفريق نادي القنيطري هنا أعلن الحكام عن ضربة الجزاء ونشوفوا الإعادات تفضل سيبو جنان وليسي طال تفضلوا أيران اللي غادي نقول لنا أن ضربة جزاء هناك تبلية ضربة جزاء مشروعة وواضحة اللاعب اللي بغاية تجاوزه تم المسك بطريقة شوف هنا شوف شوف وتم الإسقاط ديالو فكانت عنده فرصة وعيدة وهنا أعلن على ضربة جزاء مع الإنذار فقرار صحيح بالنسبة لي صحيح لا ضربة جزاء العقوبة التقنية ولا العقوبة الانضباطية ديالها سليمين وكان الحكم محق في القرار نعم نعم إذن عامتنا هذه الحالات اللي كانت في مقابلة الفريق نادي القنيطري والويداد وباش نتكلموا على جوج المباريات ديالجمعية السلام والكوكب ديال العدراح بن يعقوبي وديال نادي القنيطري والويداد ديال محمد العلام تفضل سيبو جنان المباريات ديالسلام مع الكوكب سلي عقوبي له من الإمكانيات والمهارات التحكمية ما يجعله حكما كبيرا خانته الجانب البدني في مرحلة الدهب ما توفقش فيه ولكن بعد عودته عاد بقوة ورأيته في مباراة سلاء ترقيد معاويد ثم قام بالمباراة الكبيرة جدا بين التطوان والراجع وكان متميزا وهو يشق طريقه كما ألفناه في السابق هو حكام متميز نعم تفضل لا بالفعل أنا غير سنضيف على أنه الوقت الذي يرجع سلي عقوبي يرجع بقوة والمقابلة دياله يعني الذي حكم من بعض الرجوع دياله كله كانت تحكيم دياله جيد جدا بالنسبة لسلع اللام فكانت تحكيم جيد جدا لأولاد لحالة الوحيدة التي ربما هي ضرب جزاء فيها اختلاف الآراء ولكن كان الحكام في المباراة كانت تحكيم دياله يعني في المستوى الكبير نعم لأحد الإضافة سيوسري هي أننا كنت نسوا ربما الرايتين أو المساعدين أنا الصافرة لا تقلع إلا بمساعدين متميزا بجناحين متميزا وهنا نعود أن نحي جميع المساعدين لذلك الحكام اللي بصراحة أبانوا عن استعداد لا بدني ولا ذهني ولا تقني في المساعدة ديالهم للحكام وكيمشي التلاتي على خطة ثابتة وهذا ما نتمنى نتحكي منه نعم نعم شو لقاء شابريف الحسيمي والمغرب التطواني لقاء الانتفوز فاريخ شابريف الحسيمي بدأ